كابتن تامر على الجانب الآخر كابتن عبد الحميد باسيوني تحس ان هو دلوقتي بقى مفتاح اللغز فرق طلاع الجيش يعني كابتن طارق العشري كان كابتن طرق عبد الحميد موجود بعد ذلك ماشي لم يوفق طبعاً مدير فني كبير ومحترم ولكنه لم يوفق مع فرق الطلاع الجيش جاء كابتن عبد الحميد باسيوني قدر يحصد عشر نقاط مع فرق طلاع الجيش هل المدير الفني باللغة الدرجة بتاعتنا كده مقلقة عدلة يعني ممكن تلاقيه موفق مع فرقة مع منظومة الكرة في الفرقة دي عارف يعرف يطلع منهم أحسن حاجة ممكنة؟ طبعاً طبعاً وشوفنا مدربين كتير قوي شوفنا هاب جلال مع المقصة غير أي مدرب مع المقصة هاب جلال لما بيجي مقصة مقصة بتظهر بصورة مختلفة تمام أنا بس عامل سنة فات كنت مصارب جداً كابت عبد الحميد بس وني مسك في وقت صعب وعمل شغل حلوة عمل شغل كواسة قوي كان ناهي الدوري بصورة ممتازة وكان أصلاً أعتقد أنه كان وصل للسيمي فاينل أو دور التمانية في الكاس وبعد كده كابتون طريق عشري أنا بشوف أن كابتون حميد بس وني لايه أقطع في رئي الجيش كسكواد سكواد عندك لعيبة كويسة قوي لعيبة في الجانب الهجومي لعيبة ممتازة طريقة لها بكابتون طريق عشري يعني بتحجم الناس اللي عندها النزع الهجومية هتلاقيهم دفاعياً متحفظين دفاعياً أكثر ولكن هجومياً لا كابتون حميد بس وني هجومياً أفضل بكتير وحتى لو بعد كده لو شفنا يعني المتشاط هنلاقي أن فيه المتشاط كسبه 3 صفر النزع الهجومية زادت بصورة ممتازة لأن أنت عندك سكواد لازم تلعب بالطريقة دي ما يفعش أن أنت تلعب بالطريقة دي فعاية أنا شاف النهاردة بس صعوبة المتش يعني يمكن فيه نقطة رحستها نسموحها قوي جداً بره أرضه يعني هبصينا على المتشاط هو كسب 3 متشاط التلاث متشاط بره أرضه كسب ودي دجلة وكسب معولين وكسب إسماعيل يعني سموحها مكسبش ولا ماتش على أرضه والخسارة الوحيدة كانت على أرضه من الزمال فأعتقد أن سموحها من الفرق القوية جداً عنده أه ما بلعبش بطريقة دفاعية قوية بس عنده تشكيل دفاعي ثابت على طول كابت أحمد السامي لو بصينا هنلاقي بيلعب أحمد جمال ومحمد عبد المنع مراجب نبيل وترهوني فهم خلاص فيه انسجام دفاعي مع طبعاً بالهجوم الأربعة اللي زاد يعني يمكن نحن كنا بنقول أنه هو افتقد نصر مهر أحمد عبدالقادر ومصطف فتحي قدر يعوضه حتة صناعة العرب رغم أن هم مختلفين فأدواء مع النصر مهر يعني مصطف فتحي بيلعب على الطرف أحمد عبدالقادر برضو مميز على طرفه بالعيب ودلوقتي تحته السام حسن كبليميكر ولكن عندهم سرعات وعندهم مهارة مع طبعاً محطة مهمة جداً اللي هو السام حسن وده ده يواضح أنه هو جايب من 13 جون جايب 5 جون بعضوا ناحية تانية في الجيش من 13 جون فيه 2 لعيب لجمال جون أحمد سمير وعمر جمال 6 و4 جايبين 10 أهداف فأعتقد النهاردة تقلق حسن حسن ومصطف فتحي وعلى الجانب الآخر أحمد سمير وعمر جمال هم اللي حيتقلق فيهم أكثر هو اللي حيقدر يكسب ترجمة نانسي قنقر